قال للناس جميعا أهديها للتائب أرجو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الإنسان من نطفة فإذا هو حي يسعى ورزقه بالعينين والسمع واليدين والقدمين يبصر بهم المسعى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله النبي المجتبى والرسول المصطفى اللهم صلي عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن كان لهم تبعا وسلم يا ربنا تسليما كثيرا أما بعد فإخوتي في الله أخواتي في الله أشهد الله أني أحبكم جميعا في الله وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا حبيبي في الله هذا عود حميد إلى برنامجكم رسالة ورسالة الليلة جعلتها تحت عنوان الرئيس الذي نريد الرئيس الذي نريد أحبتي في الله سيفتح كما تعلمون سيفتح باب الترشح للرئاسة بعد أيام تعد على الأصابع وبعد ذلك بأسابيع أيضا تعد على الأصابع سيخرج المصريون عن بكرة أبيهم إن شاء الله للمشاركة في انتخابات الرئاسة لاختيار الرئيس الذي سيحكم مصر ويقوم بأعباء مصر وهذا أهم حدث تنتظره مصر في الأيام القادمة العالم كله ينظر إلى مصر العرب جميعا ينتظرون رئيس مصر القادم فمصر قلب العروبة ونبض الإسلام وإذا عزت مصر عز العرب وعز أهل الإسلام وإذا هانت مصر وذلت مصر ضاع العرب هذا قدر مصر وهذه مكانة مصر وكلام هذا والله لا ينبثق من شعوبية جاهلة ولا من عصبية جاهلية وإنما قرأ التاريخ هذا قدر مصر وهذه مكانة مصر وقرأ التاريخ فوالله ما كسر الصليبيون بعدما فعلوا وفعلوا بالمسلمين إلا على أيدي أبطال مصر والشام بفضل الله ومنته ووالله ما كسر التطار بعدما دخلوا بغداد عاصمة الخلافة وقتلوا الخليفة وهتكوا الأعراض واستباحوا العالم الإسلامي ما كسر التطار إلا على يد أبطال مصر منة من الله وفضل من الله عز وجل ومن تصر العرب والمسلمون في العصر الحديث على اليهود إلا في نصر أجراه الله على يد أبطال مصر هذه مكانة مصر وهذا قدر مصر ولن تعود مصر إلى مكانتها وإلى قدرها وإلى سؤددها إلا إذا حكمت بالشريعة إلا إذا عاد أهلها إلى الإسلام حكاما ومحكومين إلا إذا رأينا الإسلام في المسجد وفي المصنع وفي المدرسة وفي المستشفى وفي مجلة الشعب وفي مجلة الشورى وفي قصر الرئاسة وفي قيادة الجيوش لن ترجع مصر إلى مكانتها إلا إذا رجعت إلى ربها ومولاها إلا إذا رجعت إلى نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم إلا إذا رجعت إلى أحضان النبوة إلا إذا عادت ودقت بقلوبها على أبواب رحمة الله عز وجل هذا وقد اختار المصريون الذين يرفعون راية الإسلام في انتخابات الشعب وفي انتخابات الشورى وبعد أيام وأسابيع قلائل تعد على أصابع اليدين سيخرج المصريون إن شاء الله عن بكرة أبيهم لاختيار رئيسهم المنتظر الذي يحكمهم ولا بد أن نشارك جميعا لابد أن نخرج رجال ونساء وشباب لابد أن نخرج جميعا فهذه أمانة وربنا علمنا في قرآنه الكريم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل لابد أن نشارك هذه شهادة وواجب علينا أن نؤديها لأهلها قال تعالى وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةِ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمًا وَعَلَيْنَا جَمِيعًا أن نُحْسِنَ الْإِخْتِيَارِ لأنها أمانة ونحن مسؤولون عن أدائها لأنها شهادة ونحن محاسبون عنها غداً بين يدي الله بل من علاماتي الساعة الصغرى أن تضيع الأمانة ففي الحديث الصحيح جاء رجل وقال يا رسول الله متى الساعة؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب فقال بعض الصحابة لم يسمع وقال بعضهم سمع وكره ما سمع ثم قال النبي بعد أين تراه السائل عن الساعة؟ فين اللي بيسأل عن يوم القيامة؟ قال أنا يا رسول الله قال إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة قال وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا وسد يعني أسند الأمر إلى غير أهله من علامات القيامة أن تسند الأمور إلى غير أهلها؟ وهل هناك منصب في مصر؟ أخطر من منصب رئيس مصر؟ إن عمر بن العاص رضي الله عنه كان يقول ولاية مصر تعدل الخلافة كونك تبقى حاكم على مصر؟ هذا أهم من أن تكون حاكم على أو هذا يساوي أن تكون حاكم على بقية دول الإسلام هذا كلام عمر يقول إن ولاية مصر تعدل الخلافة هل هناك خيانة للأمانة؟ أعظم من أن نولي علينا شرارنا؟ وأن لا نختار لأنفسنا خيارنا؟ إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة علينا جميعاً أن نحسن الإختيار لأن من ترك اختيار الأصلح وعدل عنه لغيره فقد شهد زوراً والله وقد خان الأمانة والله وربنا وصف المؤمنين فقال والذين لا يشهدون الزورة المؤمنون لا يفعلونها أبداً والذين لا يشهدون الزورة وإذا مروا باللغو مروا كرامة وقال لنا ربنا فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثة قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئاً فجلس وقال ألا وقول الزور وشهادة الزور وقول الزور وما زال يكررها حتى قال الصحابة ليته سكد يعني شفقة عليه ورحمة به أحبتي في الله سمعت من بعض إخواننا وأحبابنا أنهم لا يريدون رئيساً لمصر ينتمي للطيار الإسلامي هناك دعاوة فارغة قال بعض أهلها نريد لمصر رئيساً لا ينتمي للطيار الإسلامي فضربت كفاً بأختها وعجبت أشد العجب لا تريدون رئيساً لمصر ينتمي للطيار الإسلامي إذا نأتيكم برئيس ينتمي للطيار اليهودي ينتمي للطيار الصليبي ينتمي للطيار المركسي ينتمي للطيار العلماني ينتمي للطيار اللبرالي وهل انتخبكم الناس أصلاً إلا لأنكم رفعتم راية الإسلام ووعدتم بتطبيق شريعة الإسلام فما الذي حدث الآن؟ دعاوة عجيبة تجعل الحليمة حيران يقول البعض نريد رئيساً توافقياً نريد رئيساً توافقياً يعني رئيس توافقي يعني بتاع كله رئيس بتاع كله يرضى عنه الجميع ويميل مع كل ريح رئيس لا وجهة له ولا انتماء له ولا مذاق له ولا طعم له ولا لون له ولا رائحة له يعني ترطوراً بالمختصر المفيد نريد رئيساً يرضى عنه اليهود ويفرح به النصارى وتزغرد له أمريكا وتصفق له إسرائيل ويرقص له العلمانيون ويعشقه الماركسيون ويحبه الليبراليون ويهيم به الملاحدة وتهتف باسمه الشيعة ويمشي في ركابه البهائيون والقديانيون عايزين رئيس توافقي بتاع كله يرضى عنه كله يرضى ده وده 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 وهو مايع ما لهش شخصية ما لهش انتماء ما لهش ميل ما لهش قضية أمر عجب الرئيس التوافقي هذا بهذا الوصف لا يوجد إلا في الخيال ولله ضر من كتب هذه الكلمات التي سأنقلها لكم الآن قال يريدون رئيسا توافقيا فهو مثقف كالليبراليين ومنظم كالإخوان المسلمين وملتزم كالسلفيين وعصبي كالألترس أهلوي في الدوري زمالكاوي في الكأس اسمه علاوي في البطولة العربية يشجع انبي والمحلة رئيس بتاع كله يمارس التنس ويشجع كرة القدم ومجنون بالكرة الطيرة وهو أصلا بطل في الرماية وحاصل على بطولة الشطرنج بتاع كله يعشق المسرح رئيس يعشق المسرح ويصهر للتلفزيون ولا يفوته أبدا فيلم في السينما رئيس بتاع كله يحارب الرزيلة والعري وفي نفس الوقت لا يجد غضاضة في حرية الفن وفي ممارسة الجنس في الأفلام نريده توافقيا بتاع كله متعصب لدينه ولكنه يسمح بتعدد الآلهة وبتعدد الأديان يدعو له المسلمون بطول البقاء ويصلي لأجله النصارى ويبكيه اليهود عند ضحائط المبكى بقول لك بيرضي كله بتاع كله ويعتبره البهائيون مرشدهم الروحي نريد رئيسا توافقيا تزكيه أمريكا تزكيه أمريكا وتدافع عنه إسرائيل ويتمنى العرب بقاءه إلى أبد الآبدين وتناصره أوروبا وتشبهه الدول اللاتينية بجفارة بتاع كله بقول لك مع أوروبا وإسرائيل وأمريكا والعرب وبرة وجوة بتاع كله بقول لك نريده توافقيا نريده محرر القدس وجامع شتات اليهود في القدس نريده محرر القدس وجامع شتات اليهود في القدس نريده مجاهدا في ميادين الحروب نريده بطلا من أبطال السلام نريده رئيسا توافقيا يعلق المصريون صورته في كل مكان حتى في دورات المياه نريده توافقيا بلا طعم وبلا مذاق وبلا وجهة وبلا لون أمر عجب يعني رئيس توافقي رئيس توافقي يعني محمد علي ثاني ويعني عبد الناصر ثاني ويعني حسن مبارك في ثوب جديد ده معنى رئيس توافقي المصريون جاهدوا الفرنسيين وقاد الثورات علماء الأزهر حتى أن نابليون اغطاز فدخل جنوده بالخيول إلى الجامع الأزهر إن الثورة انبثقت من الأزهر رجال الأزهر أبطال الأزهر قادوا الثورة ضد الحملة الفرنسية فلما جل الفرنسيون وخلت البلاد اجتمع العلماء مع القادة مع الكبار وقالوا نريد رئيسا توافقيا فجاءونا بمصيبة اسمها محمد علي ملك مصر وملكها لأبنائه وأحفاده شوف من ألف تمنمية وخمسة لألف تسعمية تنين وخمسين ومصر تحكم من خلال أسرة محمد علي التوافقي كان توافقيا أيضا ذبح الذين نصروا ذبح المماليك وشرد عمر مكرم وشرد الذين نصروا ودق أول مصمار في نعش الأزهر أول من حارب الأزهر محمد علي وصل الحال بالأزهر وصل الحال بالأزهر إلى النشيخ الأزهر ومفتي مصر هو وزير الأوقاف يعين عن طريق أمن الدولة محمد علي كان توافقي برضو كان توافقي رئيس توافقي يعني عبد الناصر تاني عبد الناصر بدأ وكان مع الإخوان المسلمين ثم لما استقر على الكرسي باعهم وفتح السجون وعلق العلماء على أعواد المشانق وترك مصر وثلتها محتل من اليهود وتسبب في ضياع القدس والجولان ما هو عبد الناصر كان توافقي برضو أمر عجب يا أخي يا أخي النبي قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين وإحنا في مصر تلدغنا من محمد علي وتلدغنا من عبد الناصر ولسه عندنا ناس ينتمون مع الأسف للطيار الإسلامي بيقولوا عايزين توافقي أخي لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ما هذه السجاء السزاجة وهذا البله العجيب رئيس توافقي يعني المرزوقي يعني زي بتاع تونس كده المرزوقي أنا كنت في تونس منذ شهر وزيادة وكان الناس في المساجد بآلاف مؤلفة آلاف مؤلفة ثم جاء إلى تونس من بعد الدكتور وقد غنيم صافر إلى تونس بعد سفرنا بعد رجوعنا بعشرة أيام فاستقبله الناس وفرشوا له القلوب والعيون آلاف مؤلفة وبعدين وبعدين سئل عن حكم ختان الأنثى فأجاب إجابة علمية رصينة نقل من كتب الفقه بالحرف وقال أنا رأي أنه مكرمة ونسأل الطبيب المسلم الثقة وهي أهل الذكر في هذا هل تحتاج الفتاة أم لا تحتاج كلام يعني كلام علمي رصين ليس فيه أي غنو فقامت الدنيا عليه ولم تقعد وتناولوه في الإعلام وتناولوه في الصحف وفي البرامج وحرب ضروص حتى أن المرزوقي قال في شأن الجمعيات التي استضافته لن نسمح لهذه الجراثيم أن تدخل إلى بلدنا مرة أخرى وإلى هذه الساعة الحرب من العلمانيين شديدة على كل ما هو إسلامي وإلى هذه الساعة تقريبا لم يسمح لعالم أن يذهب إلى تونس إلى الآن من خارجها ما هو المرزوقي توافقي برضو ما هو الإخوان المسلمين في تونس قالوا عايزين توافقي وإحنا هنا مشيين على نفس الضرب اقرأوا التاريخ فإن عميتم عن التاريخ فاقرأوا الواقع يعني توافقي أنا أعجب ولماذا تريدون رئيسا توافقيا بسأل يا خلقه قللنا علمونا فهمونا عايزين له رئيس توافقي قالوا حتى لا تغضب ماما أمريكا فتمنى عنا المم فتحاصرنا كما تحاصر غزة نريده توافقيا لأن أمريكا لم ولن تسمح أن تحكم مصر برئيس ينتمي إلى الطيار الإسلامي ويحكم مصر بشريعة الإسلام وأنا أقول ولماذا أيها الناس نصنع لأنفسنا وحوشا ونخوف بها أنفسنا لماذا نصنع بأيدينا وحوش نخوف بها أنفسنا إلى متى ستدير أمريكا مصر؟ إلى متى ستدير أمريكا بلدنا؟ فلتنفجر أمريكا نحن سننتخب من يرفع راية الإسلام سننتخب من يرفع راية الشريعة أي أن كان اسمه؟ نحن ما ننتخب أشخاص إنما نختار منهج نحن لا نرفع أسماء إنما نرفع لواء يا أخي خافوا من ربنا ماذا فعلت أمريكا في الصومال؟ شعب الصومال الجلد على عظم أعطاها درساً ما نسيته حتى الآن أمريكا أفلست يا أخوانا غرآن في أفغانستان غرآن في العراق تخوفوننا من أمريكا تقول الله يا أخي توكلوا على الله ثقوا بالله ثقوا في الإسلام الذي رفعتم رايته والذي ما اختاركم الناس إلا من أجله يا أخوة الجبناء لا يصنعون التاريخ الجبناء لا يصنعون التاريخ وأصحاب الأياد المرتعشة والقلوب المرتجفة والأبدان المرتعدة لا يمكن أن يأتي على أياديهم أي نصر إن الإسلام هو اختيار الشعب المصري نحن ما انتخبنا جل أعضاء مجلد الشعب من الطيار الإسلامي إلا نصرة للإسلام 99% من أعضاء مجلد الشعب الناس ما تعرفهمش إنما زكاهم المشايخ وزكاهم العلماء واختارهم الناس لأنهم يرفعون راية الشريعة واختارهم الناس لأنهم يرفعون راية الإسلام الإسلام ده اختيار شعب مصر فلماذا تريدون أن تخذلونه ليه عليكم أن تحتربوا الشعب الذي اختاركم وإلا والله فستخسرون من انتخبكم وستخسرون كل نجاح وصلتم إليه وستخسرون مستقبل مصر عايزين التغير الإسلامي يجمع كلمته على مرشح يرفع راية الشريعة ونصطف من ورائه ونعدده إلى متى هذا الشتاد لحد إمتى وجع القلب ده متى سنكون على قلب رجل واحد اتقوا الله فينا اتقوا الله فينا أليس فيكم من رجل رشيد لسه هتقول لي توافقي الرئيس التوافقي ده أنا أعتبره خيانة للإسلام وخيانة للشعب المصري وخيانة للشهداء وأنا أقول لكل من يسمعني الآن من أهل مصر بأيديكم أنتم يا من تروني الآن بأيديكم أيها المصريون أن تعيشوا كراماً أن تعيشوا أحراراً أن تعيشوا أمناً وأماناً أن تعيشوا في ظلال القرآن أن تعيشوا في رحاب السنة وبأيديكم أيضاً أن تعيشوا في قهر وكبت وذل وفقر وضياع فأحسنوا الاختيار هتشل لي حسن مبارك وتجيب لي واحد توافقي يعني مبارك حسني على طريق تشلوا ألض وحطوا شهين ما هذا التهريج هذا تهريج أحسن الاختيار يا عباد الله نحن نريد لمصر رئيساً رجلاً نحن نريد لمصر رئيساً رجلاً مسلماً شجاعاً لا نريد رئيساً جباناً مرتعشاً جن رئيساً راجل مش عايزينه منافق ولا مداهن ولا وصولي ولا متسلق ولا مايع بميع الإسلام مرة مغازلة للشيعة ومرة مغازلة للنصارى ومرة مغازلة لأمريكا عايز رئيس واضح راجل ما الوهدومه يصدع بكلمة الحق ولا تأخذه في الله لومة لائم أنا عايز رئيس لمصر لما بص في وشه كده أفتكر النبي محمد أما بصله كده أشوف الإسلام في وشه أما أسمع كلامه أسمعه بيقول في وسط كلامه قال الله قال رسول الله محمد أنا عايز رئيس إذا نظرنا في وجهه ذكرنا الله عز وجل عايزين رئيس يأمنا في الصلاة ويخطب بنا الجمعة والعيدين ولا يلحن في قراءة القرآن قالوا بيكتب الحسن مبارك الخطاب والكلمة أد البرطوشة أد كده ويكتبون العية القرآنية ويقرها غلط عايز رئيس عنده دين عنده شوية علم يذكرنا بالله يا أمنا في الصلاة يخطب بنا الجمعة نرى الإسلام في وجهه لا يلحن في قراءة القرآن يصلح لنا الدنيا بالدين يحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله ويقودنا بالقرآن وينقاد إلى القرآن ويحكمنا بالشريعة لا نريد رئيسا منافقا ولا مداهنا ولا جاهلا ولا مائعا ولا متسلقا نريد رئيسا يجوع كما يجوع الناس ويلبسوا مما يلبسه الناس ويعلم أولاده في المدارس التي يتعلم فيها أبناء الناس ويعالج أولاده في المستشفيات التي يتعالج فيها الناس عزين رئيس يتوافر فيه أربعة صفات الرئيس الذي نريد لابد أن يتوافر فيه أربعة صفات واحد العدالة اثنين الأمانة تلاتة الكفاءة أربعة القوة دي مؤهلات رئيس الجمهورية ودي مؤهلات أي منصب وهو ده الرئيس اللي احنا عايزينه نريد رئيسا لمصر عدلا أمينا كفاء قويا العدالة اللي هي ضد الفسق معقول نختار لمصر رئيس خامورجي معقول يحكمنا واحد خامورجي يعني فاسق معقول نختار لمصر واحد ماركيسي يقول لي كارل ماركيس هو الحل معقول نختار لمصر واحد علماني يفصل قوانين تبيح الدعارة وتبيح الشذوذ وتبيح الخمور وتبيح الربا ويحبس الدين في المساجد دول كلهم مش عدول والله دول ما عدول نريد رئيسا عدلا أمينا أمين ابنة شيخ مدين لما أرادت من الوالد أن يستأجر موسى الكليم عليه السلام ليعمل عنده ماذا قالت؟ طب ناخد الاتصال ده السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا لا يكفيهم فعلا الحمد لله بخير حال شفاة الله خيرا عنا جزلتموه عنا في محافظة المنوفية ولك بعد كلماتي أهل المنوفية نفعهم الله بالتقوى والإخلاص واجعلهم مأوى إلى الناس يا رب وملأ قلوبهم بالقناعة والإحساس هذه كلمات نطق قلبي بها لعلا أوفي ولوجود أنضصية إنا تمنحوه إلينا لذاك الله خيرا لذاك الله خيرا لذاك الله خيرا ولعلك تتذكرني أنا من بكى قلبها على شدك سدنها على عصيان ربها أنا من ثابت ورجعت إلى ربها في ذل وانكسار أنا من ملك على قلبها حب ربها والله يا شيخ عندما أرى بنتا من البنات المسلمين فاصل لها عز وجل لكي قلبي قبل أن تركي عيني اللهم إن هذا الشيخ قد أدخل على قلبي الضرور فأدخل على قلبي الضرور اللهم إنه أسعدني فأسأل وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيك وفي أولادك وفي زوجتك وأن يبارك لك في لالك وأن يرزقني وإياك حكم الخاتمة وأرجو من الشيخ القريم أن تقرم علينا ودع لنا بأن يثبت الله عز وجل لكل قنا على طاعته أسأل الله خير بارك الله فيك أسأل الله أن يبارك فيك ولك وعليك أنا كنت في جامعة المنوفية كلية تجارة وبعدين كلية هندسة ورأيت ما تسعد به النفس ويفرح به القلب وينشرح له الصدر وأهل المنوفية والله أكرموني غاية الإكرام فهم أهل ديانة وأهل جود وأهل كرم تصال آخر السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام وبركاته ارفع صوتك أقد مضى عهد الاستعباد علي صوتك إيش خط فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله وكارمك أشهد الله أن يحبك في الله والله يا شيف الله يحبك ويرضع عنك ربنا يبرك فيك والله أنا أكسم بالله أول ما بشاهدك في التلفتون كذا قلبي بينشرح والله العظيم ربنا يصطرك بس والله يا شيخ أنا في أزمة حاليا دلوقتي أنا دلوقتي بعاني من أزمة ثقة في البلد بصراحة الشيخ محمد حسان لما ظهر في التلفزيون في الفترة اللي فاتت دي حضرتك كان بيقول بيدعو يعني أنه لا يشكك في القضاء ولا يشكك في المجلس العسكري ولا يشكك في المجلس الشعب ولا يشكك في الداخلية دلوقتي إحنا مش عارفين ناصك في مين إلا في الله سبحانه وتعالى ثم أنتم وكلماتكم بنتبعها فبالله عليك كده ترد عليه جزاكم الله خيراً أنت بتصك في الشيخ حسان نعم بتصك في الشيخ حسان طبعاً والشيخ العقوب والشيخ الحويني والشيخ الحمالي والشيخ بعيد الزم غرز العلماء الزم غرز هؤلاء واسمع لهم وأطيع الشيخ محمد حسان قال لا نشكك في القضاء وإحنا الآن ونحن الآن في مشكلة كبيرة وهي سببها القضاء أكسم بالله أني أنا حاجت لنا فقدت رجلتي من بعد الموقف ده وأكسم بالله خايف اللي أنا يجي لي سكت قلبي قدام التلفزيون أمام الأخبار أكسم بالله قلبي بوجعني كده حاضر أنا بحكي لك بكل أمان يا شيخ والله رظيم أبشر سأجيبك إن شاء الله اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم نتفضل إذا كنت عاشق موسى بارك الله فيك السلام عليكم الحمد لله الحمد لله الله يسلي يا رب وبركاته أنا كنت عايزة تدعى الوقت بس ربنا يهديها بس وصلت من؟ أدعو لمن؟ خد عايزة تكلمك طيب هات هات الله يرضيك ويرضيك ويرضيك السلام عليكم السلام عليكم السلام الله يرضى عليكم ويبارك فيكم يبدو يا إخواني لاتصال انقطع وفي مشكل يعني عشان الوقت بارك الله فيكم اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله اتفضل شيخ مسعد أهلا وسهلا كيف حاله؟ خير حال والحمد لله بارك الله فيك وفيك بارك الله يبارك لك يعني توجه كلمة لي والأمثال الناس اللي هتنزل تنتخب رئيس الجمهورية هل هذه الانتخابات هل هذه الانتخابات هي في الأساس الدين أم أن المفروض أن الرئيس اللي هتنتخبه ويبقى أهل العلم من أمثالكم هم دولة الانتخابات ورؤس الجمهورية مش إحنا الناس اللي هم انتخبوا كل أساس أعضاء مجلس الشعب اللي في منهم اللي في منهم الجاهل وفي منهم الأحمق وإلى غير ذلك رب نعفين فأنا تمنى أن تتوجه كلمة لنا أن المفروض من الدين الله أعلم أنت أعلم بنا وأهل العلم هل ها يعني رئيس الجمهورية يختار بهذا الأساس العامية الشعب وإلى غير ذلك هم اللي اختاروا رئيس الجمهورية أم أن أهل العلم وأهل الفضل يضعون معياراً ومقياساً لرئيس الجمهورية تسمع الجواب بارك الله فيك تسمع الجواب بارك الله فيك رسالة وصلت بارك الله فيك المفروض ده حاجة احنا ما نتمناها والواقع أمر آخر ما شيخنا في هيئة شراء العلماء يعني يجتمعون اجتماعات دقوبة عشان يختاروا لنا من نرشحه هذه كلمة العلماء فإن كنت تطق في أهل العلم هؤلاء فاسمع لهم وأطع لهم يعني الكائن حاجة وما ينبغي أن يكون أمر آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك الشيخ مصعد؟ الحمد لله الله يكسم بالله إني أحبك في الله الله يحبك ويرضى عليك لو سمعت يا شيخ مصعد سلمنا على الشيخ محمد حسان حاضر إن شاء الله يصل لعله وصل الآن إن شاء الله الله يسلمك ويبارك فيك اتصل آخر يا إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وط التلفزيون علي طارق من تونس بخير حال وط التلفزيون كيف حالك شيخ مصعد؟ الحمد لله بخير حال أحنا بنحبك راهو ونفذر عن جميع التونسيين على ما قيل فيكم وأحنا نحبكم جميعاً ونأسف على ما قيل فيكم أهل تونس فوق رؤوسنا وفي أعيوننا ونحن نرجو أن لا تتركونا وأحنا نرجو أن لا تتركونا نعم نحبكم ونحن ولنا نتابع برنامج لكم ونستعين بالله على أن تفق هذه الأمة وأن نرجو الله سبحانه وتعالى أن نتوفق في الله الكلام لا أستطيع نعم نحبكم ونحن نستعين بالله على أن تفقها تونس وإخواننا ونهتدي إلى الصلاة المستقيم نعم نحب الله ونهتدي بالصلاة الرسول لأن تأسفت من القيلة لأن قلت بطاعة 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 وما قلت تأسفت جداً نحن نصعد نحبكم جميعاً ونحن نحب أهل تونس جميعاً في الله وأرجو الله أن تدعو لنا طيب نحن نحب أهل تونس جميعاً في الله وأنتم فوق رؤوسنا وإنسان أعيننا وصمرت قلوبنا وإن شاء الله سأتيكم قريباً إن شاء الله بعد أيام قلائل إن شاء الله سأزوركم في تونس إن شاء الله تعالى وتونس بلد الإسلام التي شع منها النور على بلاد المغرب العربي بل ومنها إلى أوروبا وما رأينا منكم إلا ما نوق من خلاله أن شريعة الله قادمة وأن المستقبل لهذا الدين شاء من شاء وأبى من أبى السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله تفضل عليكم السلام ورحمة الله بركاته لك عم الشيخ أهلاً وسهلاً شوالين يا عم الشيخ بعد إذنك أنا ما تبعتش الحلقة من الأول فعايز أسهم يا إيه توافقي المعنى اللفظي لتوافقي يعني تنافقي ما يعني ما تنافمتش برضو تنافقي يعني ترطور ماذا رائع في الجواب ده؟ السؤال الثاني ايه؟ المعنى معنى توافقي ما أنا بقول لك ويعم بتاع كله السؤال الثاني حضرتك بتقول ليه ما بيفهموناش اه ليه توافقي ليه ما بيفهموناش ليه توافقي قلول نعلمونا تمام فحضرتك ليه مش بتشكلوا لجنة الشيخ مسعد وعدد من الشيوخ المحترمين وتقوضوا مع الدكتورة الكتاتني والناس المسؤولة وتقول لهم ليه توفق وتخليهم يشرحوا لحضرتك ويشرحوا ليه لأننا مش عارفين برضو ليه توفق ليه حضرتك مش بشكلوا لجنة وتقوضوا مع في هيئة شراء العلماء في تواجد سياسي هيئة شراء العلماء لها اتصالات في كل اتجاه شكرا لعلها تواصلت مع أنا أحسبها أنها تواصلت مع كل الاتجاهات والطيارات الإسلامية في البلد لك أنا عايز اللي بقولي توفقي هم يطلعوا يشرحوا للناس وعندهم قنوات وجرائد وكذا وكذا ويقولني عني توفقي اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله ويا فكرة سقطت والكل أسقطها هذه الفكرة السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يبارك فيك إزاك يشك مسعد الحمد لله الله يبارك فيك نحبك في الله والله يا شيخ الله يحبك ويرضى عنك جزاكم الله خيرا يا رب يا رب جزاكم الله خيرا بارك الله فيك أعزك الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا الجزاء بارك الله فيك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما كلت وما تقول في موازين حسناتك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ونحن نريد أن نقول لمن ينادون بالرئيس التنافق أو الرئيس التنايوم نريد أن نقول لهم قال الله تعالى إن الحكم إلا لله وقال الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيتا ويسلموا تسليم وأنا أريد أن أقول لهم كيف تنادون بالرئيس التوافق والله عز وجل في ذاته سبحانه وتعالى هناك من في الأرض كثير لا يرضون عن الله فكيف تخرجون رجل كل الأطياف يرضون عنه كيف ذلك هل هذا ممكن أصلا؟ من يكفر بالله العظيم وإذا كان هناك في الأرض من يشتم الله سبحانه وتعالى ويدعي لله من يشتم الصاحبة والولد والعياذ بالله فإذن نحن لا نستطيع أبدا أن نجد من العباد من يرضى عنه سائر العباد جزاكم الله خيرا ودعا عليكم بارك الله فيك السلام عليكم ورحمة الله نعم تفضل ثانية واحدة وجاء ثانية واحدة تفضل سلام عليكم نعم وقط التلفزيون وقط التلفزيون وتكلم بالتلفون تصال آخر سلام عليكم سلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ربنا عزك يا شيخ يا رب وإياك بالله عليك يا شيخ نحن بجد نفسنا في رئيس نفسي ما شوفش التبرج في الشارع بتاع السيدات والبنات أنا واحدة ست أكسم بالله أكسم بالله إن أنا بيهتم من منظر وأنا ماشي في الشارع كافت نفسينا بقى بلدنا دي ده احنا بلد إسلامي نعم كيك عادة الناس تمشي تحس إنك ماشي فعلا في بلد إسلام مش بلد أوروبي والله يا أختي الكريمة أنا أسمع تصريحات توجع القلب من بعض المسؤولين أو بعض الرموز يقولون لن نمنع المواقع الإباحية على الإنترنت أنا لا أعجب من هذا الكلام كلام يعني مش حارف بارك الله فيك أنا كليا محاضرة اسمها ماذا نريد من الرئيس القادم كانت على هذه القناة من شهور طويلة لعلنا نعيدها إن شاء الله عندما يكون لنا رئيس تصال آخر السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته فضالي جزاكم الله خيرا ربنا يبارك فيكم يعزكم يا رب أنا والله بقول للإخوة اللي بيقولوا رئيس توافقي والله والله ما علمنا عنكم إلا كل خير ليه جايين دلوقتي الناس لما اخترواكم ما اخترناش على إنكم توافقيين اخترنا على إنكم إسلاميين وكنا مستنيين لغاية دلوقتي وعارفين إن أنتوا في الآخر بتوعنا وإنتوا عارفين الشارع عايز إيه وعارفين الناس اخترواكم ليه وكان الهجوم والله والله اللي كان مكان حد يسألنا كان الإخوان يعني الحرية والعدالة أو النور كنا نقول إحنا جماعة ماشي هنرشح النور بس والله ما علمنا عنهم إلا كل خير نعم فخلينا ده هنا واحد ده إحنا الاتنين واحد نعم يا رب يا رب ما نفترق ومعليش أنا هقول لحضرتك على حاجة يا ربنا يبارك فيك أنا بس بيقولوا اللجنة اللي هي التأسية بتاعتر بتاعت الدستور بيقولوا فيها إن في ناس منها يكون بيتعبر عن الشعب هيجيبوا ده كثرة من بره وهيجيبوا يعني من المية اللي هيختاروهم هنفي حد هيعبر عننا أكتر منكم أنا بعجب يا أختي الكريمة إنه بيقولوا اللي هيمثل اللجنة التأسية من مجلس الشعب والشورى أربعين في المية بس أنا بقول ليه ومعليش ليه ما نقول ستين في المية ربنا يبارك فيك ابني عايز أكلم حضرتك طيب بارك الله فيك ربنا يهزك هات عشر الوقت طيب يا حبيب السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله الله يكلمك السيخوة وعزك يا رب وعزك يا رب وياك هو أنا بس كنت أعجي على حكا لحاجة هو الرئيس التوافقي لو هنفهمها بالمعنى بالمعنى الطيب فهو التوافقي الإسلام للإسلام دين توافق ماشي لو هو ده المعنى أنا معاك تمام يعني الإسلام يعني إجامع لكل يعني ما فيه مكان ولا جمال يصلح من غير الإسلام صح فإذا الإسلام توافق هو ده التوافق فوجه يتنجري هذا هو التوافق الذي يريده الذي يرفع وياة الشريعة ويحكم مصر من الإسلام تمام أنا بقى بالشايف غير كده أنا واحد السلافي الحمد لله وعلى بعضهم كل المسلمين سنة السلافيين أنا رشحت الإخوان لنقيتهم في المكان لنا فيه أسطح فما طوي يعني مش قدر أتخيل إن إخواننا هيدعموا حد ما يكونش إسلامي لأن إحنا إحنا عجي الإسلامين ما نريد دعوه بكل اللي علينا على القنوات طيب دل 13 قناة بيجيوه كده الساعة في اليوم إحنا ما نجد دعوه بيوم اسمع الجواب برك الله فيك كفية تصلاة إخواننا عشان وقت لو الرئيس التوافقي يعني واحد يحكم مصر بالشريعة الإسلامية ولو حكمت مصر بالشريعة سيرضى ستعطي لكل ذي حق حقه وهذا حق لو كده أنا معاكم لكن يا أخي الكريم هناك من قال لا نريد رئيسا أصلا ينتمي للطيار الإسلامي عايزين تجربة تونس تطبق على أرضنا من الرئيس الذي سنختار وأنا لم أقصد والله أي طيار أنا كلامي عام ما هو الرئيس الذي نريده يكون عدل يعني مش فاسق اتنين يكون أمين عشان ما يسرعش البلد اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم يا أبا تستأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين ثلاثة يكون قف عنده برنامج يقول له يعمل في الصحة في السياحة في الإسكان في التعليم عنده برنامج مش عايزين درويش عايزين عنده دين وعنده رؤية تنهض بمصر أربعة عايزينه قوي قوي في البدن تعبنا من الممياوات يعايزين رئيس واعي مش يتشل ويتحط قوي عايز رئيس شباب كذا زي أوباما في شبابه يتنطط ويجري ويروح ويعمل عايز واحد قوي في بدنه قوي على أداء الأمانة عنده كفاءة وقوة على أداء هذه الوظيفة لقد شاخت مصر مصر شاخت في عصر مبارك شاخت كل المسؤولين قريبين من الثمانين عام في الشباب أبدا بلد عجوزة شيخة عزن قوي نريد رئيسا لم يعمل مع من ظلموا مصر نريد رئيسا لم يعمل مع من نهبوا مصر نريد رئيسا لم يعمل مع من خربوا مصر كل من عمل مع الظالمين سنقول له لا لا نريدك كل من تقدم للرئاسة وقال للإسلام تأخر بلاش الشريعة دلوقتي مش فضيين سنقول له بملء أفواهنا لا وألف لا لا نريدك كل من قال للإسلام تقدم نحن معه وخدمه نصرة للإسلام لا نصرة لأي أحد هذا هو الرئيس الذي نريد كفء قوي أمين عدل وأسأل الله أن يولي علينا خيارنا وأن لا يولي علينا شرارنا السئلة اللي جات بسرعة مجلس اللجنة التأسسية بتاعت مجلس الشعب والشورى سمعت إن إخواننا بيقترحوا يكون 40% فقط من المجلسين وأنا بأسأل ليه هو احنا انتخبناكم أصلا كطيار إسلامي إلا عشان وضع الدستور وإلا عشان القوانين تمر من مصفات الشريعة طب ماتخلاه 60% عشان يبقى لكم الغلبة قالك لا 40% بس والباقي من بره طب ماشي مين من بره بقى قالوا بنقترح واحد مش عافي اسمه إيه قال نقترح نقيب السينمائيين والملحن عماري الشريعي والأستاذ عمري خالد ومش عارف هم دول هكتب الدستور هم دول هشاركوا في كتاب الدستور أمر عجب يا أخي أنا بتعجب ما تجيبي يا أخي العلماء مش بالشرط مش بالشرط في الشريعة فقط هو البشري هذا مش عالم في مجاله حتى إلا على وزنه علم وخلفية دينية وخبرة سياسية وحنكة ما احترام للجميع راح تجيب لي ممثل واجيب لي ملحن ما احترام للجميع واجيب لي أستاذ مقدم برامج احترامي له بس فين أنا لا أصلح أن أكون في ذول وكتير المشايخنا أصحاب الله ما ينفعوش أنا عايز واحد كف علم وخبرة وكفاءة أنا بسمح حاجات تجعل الحليم حيران ولا حول ولا قوة إلا بالله الأمر اللي عايز برضو يعني أعلق عليه لا تنسوا يا إخواني التبرع لإخوانكم في سوريا في نقابة الأطباء فضل الله عز وجل سيصل إلى أهل سوريا من تبرعات المصريين ملايين إن شاء الله ملايين وقد رأيت عجبا والله رأيت نساء والله يتصدقن بالحلي رأيت نساء تأتي المرأة من مكان بعيد وتقول كل ما استطعت أن أقططعه من كوتي خمسين جنيه خذها تبرعوا بها وصلوها لأهل سوريا كان عندي خطبة بارحة في الغردقة وخطبة الجمعة كانت عن التبرع لأهل سوريا تدرون بكم تبرع الناس في خطبة جمعة باربعين ألف جنيه أربعين ألف جنيه من فلوس الغلاب أبو خمسة جنيه واثنين جنيه وجنيه ونص وعشرة جنيه أهل مصر أهل جود وأهل كرم وأهل بذل وفي الناس بس تحتك ثقة لقبط الأطباء نثقوا فيها وصلت إلى كوسوفا وصلت إلى الصومال وصلت تبرعات إلى فلسطين وفتحت ممرات آمنة منذ أيام للهيل الأحمر والصليب الأحمر ونحن نريد أن تصل تبرعاتنا لنصرة إخواننا في سوريا على الأقل بالطعام وبالدواء وإن كان الواجب على كل حكام العرب أن يساعدهم بالسلاح ولو أرادوا لفعلوا والله لو أرادت حكومات العرب أن تسلح الجيش السوري الحر لفعلت ولها طرقها وعندها أجهزة مخابرات تستطيع أن تصل وأن تفعل وهذا واجب عليهم أن يبذلوه وأن يفعلوه الأمر الأخير التسعة تشر أمريكاني المدانون بتخريب مصر الذين خرجوا كالشعر من العجين يلبسون البدل ورابطات الأعناق وطائرة خاصة كده طاروا طاروا قرأنا في الأهرام أن هناك صفقة بمليارات نريد أحدا من إخواننا في المجلس العسكري يطلع يقول لنا الصفقة دي إيه عشان الناس تهدأ أنتو عملت كده ليه إيه المكاسب اللي حصلناها من وراء كده طب وانتم من الأول ما دمتم هتسلموهم لأمريكا عملتم ضج إعلامية ليه هذا سؤال أريد أن أسمع له جواب هذه أسئلة تدور في صدور الناس وآخرها ما كان من وزير الداخلية الذي منع حول ضباط وأمناء للتحقيق وأوقف بعضهم عن العمل لأنهم أجرموا عندما اقتدوا برسول الله محمد وقال سيادته سألنا وقالوا اللحية عادة وأنا لم أسمع إنس ولا جان من قبل قال أن اللحية عادة وخرجت فتوى مقتضبة تقول من ظل الإفتاء اللحية فيها خلاف وأنا لا أدري أي خلاف إن كان الشافعية والحنابلة والمالكية والأحناف والظاهرية حتى أئمة الشعة الضللية وأفقونا في هذا الحق الذي نحن عليه كل دول قالوا اللحية واجبة وحلقها حرام ما تسيب الضابط بلحية يا أخي عشان الناس تسق فيه وتطمئن إليه عشان يخاف ربنا ضابطي ما عنده دين ما يرتشيش ما يعلقش الناس ويكهربها عشان يعلق ضبورة دي مزع عليك في إيه يا أخي دي مزع عليك في إيه أمر عجيب يا أخي لا عندك قانون ولا عندك كذا ولو كان عندك قانون يصادم الشرع كان ينبغي يغير ليه بس ليه أي في صورة فيها رمز للإسلام تحارب ليه للحد دلوقتي مكتوب على بعض نوادي الشرطة وبعض نوادي الكوات المسلحة ممنوع دخول أصحاب اللحة والمنتقبات والحيوانات ليه ليه أي صورة للإسلام تحارب أنا مش عارف لا أدري من الذي قال اللحية دي فيها أخلاف جاد الحق الشيخ الأزهر المحترم وهو مفتي له فتوى موجودة في شأن اللحية قال دي مظهر من مظاهر رجولة وهدي النبي محمد ولا يرضى أن يأمر قائد جنديه أن يحلق يقول ما تسيبه يا أخي خشن راجل من عايز جندي راجل قال لك لا أصي اللحية ستعوق الضابط عن العمل الدقن هتعوقه عن العمل أنا مش عارف يعني إيه الدقن هتعوق الضابط عن العمل يعني لو جي يجري ولا حرامي مثلا هيكعب الفدقنه ما تقول لي يعني الضابط أبو دقن ده الدقن ما هتعطله لو في حرام بيجري الواتش شلاط أبو دومة لو جي لوراء هيكعب الفدقنه أو لو جي أمني الشرطة بودقن يكتب محضر الألم هيتشعبط في دقنه هيتعطل أو جي لو جي يضرب واحد بالنار مجرم الطلقة مش هتجي في رأس سن الدبانة هتجي في دقنه كلام سخيف الحقيقة وكلام يزعل وكلام يوجع القلب كل الناس خذت حريات إلا الحرية في الدين أمر عجيب وزير الداخلية الموجود له لمسات على الأرض بدأ يضبط الأمن وهذا مشكور له جزاه الله عنه عنا خيرا فيه بدأ يحط لجان وإن كانت ده جهد برضو ناقص ما هو عبد المنم أبو الفتوح كان هيموت لما خرج عليه البلطجية لكن له جهد حقيقة ملموس أكتر من الذين سبقوه يعني اترك بقى رجالتك يتمسكوا بالإسلام يتمسكوا بهدي النبي محمد يتمسكوا بسنة النبي محمد أنا بقول له أنت بتثق في شيخ الأزهر جاد الحق آه اقرأ فتوان أنت بتثق في الشيخ الشعراوي آه الشيخ الشعراوي قال اللحية فريضة اللحية فريضة وأعظم من جاد الحق ومن الشعراوي ومن العلامة علي جمعة ومن شيخ الأزهر أعظم من دول كلهم النبي محمد النبي محمد قال خالفوا المشركين أطلقوا اللحة حفوا الشوارب قال أطلقوا قال وفره قال أعفو قال ارخو قال لما رأى رسول ملك الفرس قد حلق لحيته وأطلق شاربه قال من أمرك بهذا الدهولة اللي انت عاملها دي قال أمرني ربي بهذا يعني كسرى فكره النبي أن ينظر إليه وقال لكن ربي أمرني أن أطلق لحيتي وأن أجز شاربي اللحية فطرة ربنا خلق الراجل بداء والست من غير اللحية مظهر من مظاهر الخشونة والرجولة قال البغوي ويعلق على قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم الإمام البغوي قال كرم الله الرجل باللحية من تكريم الله للرجال اللحة وكرم النساء بالذوائب اللحية سنت قول للرسل اللحية فيها إظهار لشعيرة من شعائر الإسلام أسأل الله عز وجل أن يمسكنا جميعا بما كان عليه رسولنا وأن يجعلنا من الذين يقولون الحق ولا يخافون فيه لوم تلائم أحبكم في الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته